مرحبا برج الدلو اهلا فيكم في القراءة العامة اعزائي هاي القراءة تصلح حق الطالع والشمس وايضا القمري او اي من الكواكب موجودة عندك فيها برج الدلو ولكن عديد المتابع انت اللي لازم تشوف القراءة وتحدد الى تنطبق عليك ولا لا هذه القراءة عامة مو قراءة عطفية رح نتناول فيها اكتر شي جوانب الحياة العملية مثل الاموال الصحة المشاريع الى اخرى مثل ما شويت مع برج الجديد رح ابتدي معاكم يا برج الدلو بعضب ما اخلط الاوراق بين القراءات الكرت اللي يصير تحت هو لا دلالة او طاقة عامة لك في هذا الشهر طاقتك العامة رح تكون العربة كرت برج السرطان كرت جدا مبشر بالخير خصوصا اذا بعضكم او بعضا منكم كانت امورهم في جوانب معينة في الحياة متوقفة اوكي بعضكم كانوا يشتكون ان ليش الكل بعد يتقدم في الحياة ويحصل وينجز وانا لحد الان في مكاني بعضكم مو كنكم هاي رح يكون خلال هذا الشهر في تقدم كبير ولكن دائما اقول تساروا يقرأ على مستوى الطاقة يعني النية لازم انت تدعمها بعمل تدعمها بتجدهاد تعمل مع الطاقة معكسها وبعدين تقول ليش هر في تطور ولكن ما في تطور لانا عندنا كرت العربة اذا انت العربة رح تمشي مثلها مثل القطار اوكي احنا نقول فاتهم القطار العربة رح تمشي معاك وبدونك الطاقة موجودة اذا انت قررت ان تركب فيها تأخوذ مثل هذا الشخص تمسك بزمان الامور وتتحكمه تقود حياتك الى المكان اللي انت بتودي فيه حياتك الى المكان اللي انت تطمح اليه اذا اخذ هاي الطاقة شي طبيعي انه رح تكون الكثير من التطورات العجيبة تبتدي منها انزين؟ دائما برج الدلو التطورات الكبيرة في حياته تبتدي من تبتديها تتحرك من نهاية شهور السنة وفعلا تتحقق في بداية شهور السنة بداية الحركة رح تكون وخليلك هذا الكرت عشان يذكرك بالطاقة العامة لك لهذا الشهر انزين فيه شغلة ثانية بعد حبيت اقولها بخصوص كرت العربة الكثير منكم احتمال ناوين على تغيير مقر العمل تغيير انتقال سواء انتقال جسدي من دولة الى دولة من وظيفة الى وظيفة فيه مكان انت تحس وجودك في هاي المكان انت نلاحظ وجودك في هاي المكان كان معسر عليك ويد امور الانتقال ان انت طلع من هاي المدينة الى هاي المدينة من هاي الوظيفة الى هاي الوظيفة راح يفتح عليك ابواب ما اقول لك احس هنا بالطاقة ابواب كل شي انت في عملك تمنيتها فيه تشجيع كبير على الانتقال في هذا الشهر خلنا نشوف الاموال يبر جدا لك 10 الخماسيات سوري 10 الاخصان هذا الكرت قاعدة احس طاقتها ايجابية خصوصا اذا احنا قررنا نسويها ايجابية انت عندك اموال في البنك او حتى اذا ما عندك جدا ضرور ان تبتدت تدخل في الاموال لان راح تحتاجها في مشروع جدا كبير في مكان صحيح وكان اذا حطيت في الاموال راح تعطيك مرجود اكبر احرص ان خلال هذا الشهر ما تصرف اموالك اوكي اتضل تراكمها اتضل توفرها وان كانت مبلغ قليل القليل لما تيمعه احس راح يكتمل عندك نصاب راح يكتمل عندك مبلغ لمشروع كبير العملية كبيرة انت ناوي تسويها تحسين في شكلك ميك اوبر في شكلك انتقال كبير يمكن عشان تسوي هاي النقلة اللي راح تبتح لك ابواب حياتك محتاج انه تيمع فلوسك تمسك فلوسك اوكي هاي الطاقة تقول لي شدي خلا بس حب عد كارت واحد حق الاموال بسرعة كروتك قاعدة تضيح بالضب ملكة الاقصان لا تفكر باي شخص اوكي ولا تشيل مسئولية اي شخص في الفترة القادمة غير نفسك عليك من نفسك هذه الملكة انانية ولكن انانيتها صحية انانيتها تقول انا مسئول عن نفسي اذا انا مثل ما نكون في الطائرة ويكون من تعليمات السلامة ان انت ما منك فايدة لما تساعد الاخرين اوكي وما تضع اكسجين قناع الاكسجين اول على نفسك ما حد يقدر يعطي من اناء فاضي لازم انت تكون وصلت مرحلة الاكتفاء نفسيا عاطفيا ماديا حتى بعدين تبتدي تساعد الاخرين فهاي الكارت اقول لك عليك من نفسك لا تاخذ اي شخص بعين الاعتبار الا نفسك في الفترة القادمة عندك مشروع كبير فكرة معينة حاطها في بالك احتاج منك اموال عشان اوكي عشان تقوم لا تتنازل عنها هذه الملكة عنيدة ما تتنازل عن الشيء اللي اصرت وقالت يوم من الايام راح نفذه حق نفسي راح اوجد حق نفسي ولو في مكان ثاني خلنا نجوم جانب المشاريع للمينكم عندهم بيزنس او فاكدين يفتحون بيزنس كرتين انتقال المزيد من التغيير الانتقال من الف الى باء اوكي ولكن احس انتقالك راح يكون جدا سلس جدا سموف جدا بهدوء ما بين الوظيفة الى انك تفتح مشروعك ما بين المشروع الاول الى المشروع الثاني مثلا عندك محل قائم اوكي وناجح يقوم قلت لك هنا في طاقة محتاج شوية دفعة زيادة يقوم وبعدها على طول تقدر تباشر المشروع رقم اثنين سواء المشروع رقم اثنين بالنسبة لك هم مشروع توسعة تفتح فرق ثاني اوكي تدخل في مجال ثاني حتى راح يكون فيه انتقال جدا سهل ومارن ومريح لك ماذا وايضا طلع معاه هنا كرت طلع معاكل الكوبين في المشروع رقم اثنين او في الفكرة عندك سوري في الفكرة رقم اثنين انزين في المجال رقم اثنين خطتك المستقبلية منزين اللي قلت يا ليت اقدر اسوي كذا كذا ابيك تجاوب على هالسؤال يا برج الدلو شنو قلت انت بخصوص مشروعك اول ما صير هذا المشروع المشروع ناجح راح الخطوة الثانية اسوي كذا كذا في الخطرة الثانية اذا قمت فيها راح تلاقي صدى ترحيب صدى اعجاب ما تتوقع ما كنت حتى انت تتوقع يا برج الدلو اوكي الكثير من الناس يظهرون على اعتاب بابك يقولون لك احنا نريد ان نشتري منك نريد ان نتعاون معاك نريد ان نكون معاك اوكي راح يكون في صدى قبول كبير بما اننا ابتدينا بطاقة الماء بننتهي هنا في المشاريع بطاقة الماء احس ان انتقالك راح يفتح لك باب لما تنتقل من مدينة الى مدينة من وضع الى وضع راح يفتح لك باب يعرفك على اشخاص ما كانوا موجودين في حياتك سابقا اشخاص جدا مفيدين جدا انت تمناهم لنفسك اشخاص السابقين والحاليين في حياتك يمكن شوية كئيبين متشائمين راح يفتح لك باب الرزق فتحة باب عندك هنا خلا نشوف الدراسة الدراسة حق برج الدلو دستار تفوق نجاح هذا كبتك انت يا برج الدلو في امور الدراسة راح تكون ان شاء الله كلها سهلات كلها سهلات راح تكون متميز خصوصا اذا كنت تعمل على بح او رسالة معينة رسالة ماجستير رجال الدكتوراه هنا الطاقة قاعدة تقولي لان في كذا نجمة في السماء وبعدين هذه نجمة برج الدلو احرص ان انت ما تحاول تقلد النجوم الاخرين مثلا شفت صديقك زميلك في الدراسة نجح عن طريقة اتباع استراتيجية معينة او رسالته في الماجستير في الدكتوراه كانت كذا 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 لا تحاول ان تتميز او تحصل على التفوق عن طريق اتباع نفس طريقهم مصدر قوتك انت يا برج الدلو انت كون متميز توجد طريقتك الخاصة لفعل الامور لا تسوي كوبيكات كوبيكات اللي هي طريقة اني اقلد ابتعد عن طريقة التقليد وتميز في مجالك انت حين قاعدين قاعد يصير في طلب على طاقة برج الدلو المتقدمة المتقدمة عن الاخرين اللي تقدر تشوف تتطور اسرع من الاخرين فانت لما اتي تقلد بحث زميلك او تخلي زميلك اللي اقل منك اوكي وهو اللي يملع عليك افعاله يملع عليك شون تسوي بحثك انت قاعد تسمح باللي اقل منك اللي متأخر عنك ان يقودك هذا ما يصير انت متقدم انت وهذا بعد الثر تقولك محتاج تاخذ انت ورعية القيادة في امورك في الدراسة لا تظل تعتمد على الناس لان انت اساسا مو محتاج للناس اتعاول معاهم ولكن لا تعتمد عليهم ستظير نتعاول معاهم هذا من الماضي اضع الكوب الاول الشيطان الرسالة لك هني أحس أنه رح يكون في عرضين عمل رح يأتيك عرض العمل ممكن أنت اللي قاعد تقدم لما تحصل العرض العمل اللي كنت تتمنىه من فترة طويلة إن شاء الله رح تحصل عليه رح يأتيك هني شخص ما يتمنى لك الخير يحاول إنه يشتتك يقولك ليش اشتغلت هني أو ليش قبلت هذا العمل هناك في فرصة أفضل هناك يعطون رواتب أفضل يحاول يشتتك يخليك تفقد إيمانك في فرصة العمل القادمة يخرب عليك لأنه عنده هذا الشخص لأنه تشوف بيجو كبز الكوب الصغير كوب المراهب هذا الكوب مصافي داخل سمكة سمكة داخل الكوب معناته مو صافي مو بنية صادقة احذر احذر من الأشخاص خصوصا في مكان العمل أو أثناء تقديمك على الوظيفة من الناس اللي حاولون يشتتونك يقولون لك ليش لاح تتقدم عندنا هني أنا موظفة هاي الشركة وأنا نفسي بيأطلع منها هاي النوع من الطاقة أو ممكن يكون حتى أحد من الأقارب أو الأهل أنه عنده هذا الشخص نية هني برج الجديد برج الشيطان بسوري كارد الشيطان أنه عنده نية سيئة يريد أن تعرف لما حين شافك هذا الشخص شخص حسود لما شافك رح تبتدي تحصل على أحلامك وايب طاقة المياه عندك هالشهر طاقة بداية هني نحط النية هني نقول شلو فعلا نحنا نتمنى عشان يتحقق في الشهور القادمة لما يبتدي هذا الشخص يشوفك رح تحصل على وظيفة الأحلام مشروعك ابتدي يمشي خطتك ابتدي تتمشي هني يخرب عليك يشوش عليك يقولك لا ليش ما دلش لون لا أسوتي ذي لا أسوتي ذاك احذر من هذا الشخص عنده طاقة تخريبية طاقة حسد أحسيني لما أنت كنت تدور عن وظيفة برج الدلو وهو ما فكر بشكل جاد أنه يساعدك ولكن ليش أقولك طاقة موزينة لما يبتدي يعرف أنه أنت عندك عرض عمل هو مش مساهم فيه ابتدي يقول لا حان الوقت أن أنا أخرب بعد مو كفايا أني ما أساعد برج الدلو لا لازم بعد أخرب عليه لأن شكله رح يفلت من يدي شكله رح يحصل عرض عمل أفضل يمكن هذه الشركة ما يكون شخص تكون حتى شركة شركة أنت قدمت عليها و ما عطوك ما عطوك كوي ما تساعدوا معاك لما شافوك أو سمعوا أنت شركة ثانية رح تاخدك شركة أفضل أتوا هنا يبقون حزدا منهم لأن يوكفونك مثلا لنت تاخذ هذا العرض الجانب الثاني خلا نشوف الحياة العطفية بشكل عام سواء أنتم منفصلين أو مرتبطين الهيروفاند رح يكون فيه التزام خلاص طاقة الإي واللا طاقة نهني كانت فيه أمور معلقة بينك وبين شخص معين أوكي كان دائما فيه تردد أو دائما فيه استاغنيشن يعني الأمور متوقفة ضربين بريك في العلاقة علاقتكم كانت متوقفة أكثر ما كانت ماشية في الفترة القادمة هذا الشخص عند نية الالتزام إنه خلاص إحنا نقول يعقد الصفقة وينهي الصفقة ويغلق الصفقة لبينك وبينه إنه في النهاية أصير فيه اتفاق أصير فيه تفاهم أحط معاك النقط على الحروف ويقول لك أوكي إحنا في السابق ما كنا متأكدين بس الحين لازم يكون على بينا يا برج الدلو تكون مع بعض ولا مش مع بعض تبيني ولا ما تبيني هاي اللوع من السؤال التحديدي انزل اللي ما عني شريك ينتظر قراءة موصفات الشخص القادم فيه طريقك اللي بيسويها بعد القراءة العام إن شاء الله نشوف الصحة خطوات الطفل انت قاعد تخطو خطوات في الطريق الصحيح انزل اشوف هني إن برج الدلو لأن عندك ملكة الأرض أخيرا صرت تهتم بنفسك صرت تهتمل شنو قاعد تدخل في جسمك وشنو هذا الشي اللي قاعد تاكله يأثر على طاقتك على نفسيتك ويأر ويأيت احنا نصير تشريه بسبب ما نأكله انزل فهني قاعد تاخد خطوات راح يكون فيه جسمك يتجاوب معاك إذا انت قاعد تاكل أكل معين تريد تتخلص من مشكلة معينة تتخلص أو تخفف على الأقل من السكري من الكوليسترون من الكذا تخفف من الدهون جسمك راح يتجاوب معاك بس انت لازم تكون حذر شنو تحط في جسمك انزل هني إذا عندكم بعد أي مشاكل في البشرة أو مشاكل الخاصة تساقط الشعر النظر هذا كله يقول لك ما يحتاج هذا كله مو شي الدكتور يقدر حلك هي عن طريق حبوبة وأدوية هذا الشيء خاص روتينك الغذائي نظامك الغذائي وهو اللي ممكن يحلك هاي النوع من المشاكل تعرضك إلى الشمس الأكل الصحي هاي الأشياء خلنا نشوف الأمور القانونية إذا عندك أي شيء متوقف في النظام القضائي ثمانية الأكواب فيه شخص أحسي هني إن فيه طرف كان يحاول أن يقاضيك أو أنت حتى كنت مفكر إنك راح تقاضي شخص عندنا هني كارت العقرب كارت الموت برج العقرب تغيير مفاجئ بغض النظر من اللي هني كان عندنا أن يقاضي الثاني في آخر لحظة راح يكون فيه انسحاب بس مو انسحاب بدون سبب هذا الطرف أنت أو الخصم أدركتوا إن أمامكم قضية ما تستطيعون تربحونها في هاي النظام القضائي عرفتوا مثلا إن الغلط عليكم أو الطرف الثاني عرف إن الغلط عليه ففي النهاية يقرر إنه ما يظل يسعى وراء هاي القضية فيه رحيل مفاجئ لأنه عندنا كارت الموت مشهورة سريعة من المحامي إلى خصمك مثلا يخلي في أكثر لحظة يقرر إنه ينهي القضية القائمة بينك وبينه ويقبل مثلا بالتسوية إذن انت حين من هاي الأمور خلا تشوف يا برج الدنيو شن الطاقة اللي راح تحاول تتحداك أو تستفزك خلال هذا الشهر طاقة اللي راح تحاول تتحداك طاقة تخص الكذب أو الألعاب مثل هنية الطاقة اللي وصلت لك إياها بخصوص الباحثين عن عمل زين شلون راح يكون في محاولة للتلاعب بك لأنه هنية قلت لك الشي الوحيد اللي يمنعك عن تحقيق النجاح في حياتك وهو شعورك بالذنب إنه لازم أساعد الآخرين قبل ما أساعد نفسي لازم ما أكون أناني هذا الطاقة اللي راح تتحداك إنه هل فعلا راح تستطيع أنك تدخل في طاقة ملكة النوع وتقول حان الوقت أن أنتبه على نفسي وأحقق ذاتي إني أشوف إن التحدي أمامك أيضا الآخرين اللي حولك ومحيطك دائما يحاولون يحسسونك بالذنب أنت ليش غير؟ أنت ليش لحد الآن ما نجحت؟ أنت ليش لحد الآن ما تزوجت؟ أنت ليش لحد الآن ما عندك أطفال؟ ليش أنت ما ترغب بالاستقرار مثلنا؟ أنت ليش غريب عنا؟ أنا برجل تلوه الله خلقني مختلف ما أختلف من أجل لفت الانتباه أو الدراما أنا مختلف لا تخلي أحد يحاول يطلعك من طاقة بك اللي أنت في داخل نفسك تحس أنها صح عشانك يقنعونك أن لا تروح هذا المكان لا تقبل هذا عرض العمل أحس في انتقالك إذا كنت ناوي أن تنتقل إلى وظيفة إلى مجال مختلف مدينة ثانية دولة ثانية راح في أشخاص يحاولون يحسسونك بالذنب ويمنعونك عن طريق الأكاذيب الأكاذيب إن مثلا لا إن المعيشة في الدولة الفلانية صعبة عرفت لأن بقائك حولهم قاعد قيدك وابتعادك عنهم راح يحقق لك كل اللي تتمنى خلتشوف الطاقة اللي راح تكون حليفتك خلال شهر سبتمبر تقريبا نفس كرت العربة بس فيه هنا ملك الأحسنة تقريبا نفسك التحكم في الذات إصرارك على موقفك إصرارك على أهدافك على الخطط اللي أنت حطيتها لنفسك تنفيذك لها إصرارك هنا هو اللي راح يعينك أن تتغلب على طاقة الشيطان هنا طاقة الأكاذيب طاقة أن يحسسونك بالذنب أن ليش أنت مختلف ليش أنت أناني أنت مؤناني أنت قاعد تتصرف ما الله سبحانه وتعالى أمرك الله أمرك أن تعتني بنفسك حتى في الطيارة يقولون لك أول شي تحق قناعك أنت قناع الإكسجين في حالة حدوث الطوارئ بعدين تعين الآخرين لأن إذا ما عنت أول شي نفسك راح تكون عالى على الجميع وتمثل خطر على الجميع إعانة الإعانة ولكن تعين نفسك هالمرة هالشهر التحدي أمامك والقوة أمامك أنت فعلا تختار إرضاء نفسك مو أرضاء الآخرين خلنا نشوف المفاجئة سبعة الخماسيات أحس هنا أن المفاجئة هي من المضحك والمبكي أن الوضع يصير كذي الأشخاص اللي ينتقدونك اللي قاعدين يعارضونك يقولون لك لا تسوي اللي أنت ناوي علي برج الدلو هم نفسهم الأشخاص اللي يوم من الأيام رح يدافعون عنك رح يفتخرون فيك يفتخرون في إنجازاتك بعد ما تنتقل هاي النقلة إلى المكان اللي أنت تتمنى لنفسك هذه هي المفاجئة أنه رح يكون فيه علنا أوكي الحين يتكلمون بينهم بين بعض ولكن بعدين علنا الموضوع رح يصير أمامك أن نفس الشخص اللي كان ينتقدك وهو اللي رح يكون موضوع الانتقاد وهو اللي أيضا رح يدافع عنك ضد هاي الانتقاد أوكي فيه رح تكون مساعدة أحد أيضا يساعدك إنه أخيرا خلي برج الدلو في حاله خليه رح يحب موسيقى